اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا يعني بالطبع رحيل الحكومة والقائمين على امرها هكذا ضرب تلازب ولكن ان كانت تلك مطالب مشروع لاصحابها فان شكوكا كبيرة تثور بشأن نوايا مكونات الجبهة كون بعض عناصرها ما يزال ينشط في الحكومة وبعضهم شارك في عدد من قراراتها المهمة التي تتم محاكمتها اليوم بما في ذلك اقرار موازنة العام 2018 اذا فكيف ستتعامل السلطات مع مطالبات الجبهة وهل يمكن ان تجد دعواتها سندا من بقية الطيف المعارض وكيف لها ان تزيل اللفس من موقفها ازاء الحكومة كون المرحلة لا تحتمل القسمة على اثنين على الاقل هكذا يقول الشارع مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دائرة الحدث والتي نناقش من خلالها تشكيل الجبهة الوطنية للتغيير باكثر من عشرين حزب سياسي لديهم قرارات ولديهم ايضا بعض المطالبات المقدمة للحكومة نبدأ الحوار ولكن بعد هذا العرض التوضيح اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دائرة الحدث والتي نناقش من خلالها تشكيل الجبهة الوطنية للتغيير نرحب بكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر الشاشة وللاستماع الينا ايضا عبر اذاعة سوداني 24 ولكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر خدمات البث الحي على فيسبوك ويوتيوب وعبر تطبيق سوداني 24 للهواتف الذكية نرحب بكم كما نرحب بضيوفنا الكرام الذين سينضم الينا اتباعا على الهواء مباشرة الاستاذ حسن اسماعيل رئيس حزب الامة من ولاية الخرطوم والدكتور فتح الرحمن محمد فضيل عضو المكتب السياسي لحركة الاصلاح الان ابدأ مباشرة بالاستاذ حسن اسماعيل الذي ينضم الينا عبر الهواء مباشرة استاذ حسن مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث كيف تنظرون لاعلان هذا التحالف اليوم طيب مرحب بك مرحب بالاخوة المشاهدين ومرحب أخي الدكتور فضيل على ادارة هذا الحوار الاعلان هذا الاعلان الظاهرة المعني بالجبهة الوطنية هو متوقع طبعا نفتكر انه الايام حبلة ومتوقع يعني الكثير جدا من القوى السياسية تنشط لإعلان مواقف هنا وهناك فهو ليس مفاجئ للساحة السياسية خاصة بالنسبة للاسمين الكبيرين اللي على رأس هذا التحالف الاخ مبارك المادي والاخ دكتور غازي ربما تصريحاته منذ ايام تشير لانهم هم في اتجاه لإعلان موقف الاقول جديد ولكنه ليس مفاجئ بكل الاحوال ولكن انا في البداية ارجو ان اوضح حقيقتين انه اي قوى السياسية من حقها ان تحلل وان تختار الموقف السياسي الذي تريده وان تختار المسار السياسي الذي تريد ان تذهب اليها وتذهب به هذا متاح وهذا مقبول في قوانين العملية السياسية ولكن من حق الاخرين ايضا ان يحللوا انا افتكر انه من المهم جدا لكي نقرأ مسار هذه الجبهة او هذا التحالف ان نقرأ مكوناته وما يعنينا في مكوناته الاسمين البارزين السيد مبارك المهدي ودكتور غازي انا اظن بحيثيات واشرة جدا بالنسبة لي ان الاخ مبارك المهدي لا يستهدف او لا يريد ان يرسل بمطلوبات هذا التحالف الى الحكومة كما يظن الكثيرون يعني الاخ مبارك يريد ان يرسل دباجة هذا التحالف الى الاخوة في المعارضة باقسامنا المختلفة نداء السودان الجبحة الثورية الامام الصادق المهدي حتى يحجز له مقعدا وسط التشكيلات هذه الاخ مبارك ظل طيلة الفترة الثلاثة سابعة التي مضت يحاول ان يضع قدم جديد في هذا التحالف افتكر انه باعلان اليوم دخل الى او عرض نفسه الى مكونات الاساسية للمعارضة الاخ مبارك محتاج انه يدشن موقف جديد بحكم انه كان هو وزير الاستثمار في الحكومة وهو رئيس القطاع الاقتصادي وهو عراب ميزانية 2018 بالتالي يريد ان يخرج من هذا الموقف ويفق المستجدات الجديدة ويريد ان يلتحق بمكونات المعارضة الاساسية نعم ابقى معي وساد حسن اذا لننقل هذه التساؤلات لضيفنا الثاني في هذه الحلقة اليوم ارحب الان بالدكتور فتح الرحمن محمد فضيل عضو المكتب السياسي لحركة الاصلاح الان دكتور فضيل مرحبا بك في دائرة الحدث انتقدتم الحكومة الحالية اليوم والسياسات التي قامت بها اتسقتم مع نبض الشارع كما تقولون وانتقدتم الحال في البلاد ولكن هل تناسيتم بالكلية انكم كنتم جزءا ولا تزالون جزءا ويتحمل بعض من كبريات القرارات التي افضت للوضع الاقتصادي الحالي كيف يستقيم هذا الامر شكرا جزيلا للاخوة في سودانيا 24 والتحية للاخوة المشاهدين اولا اريد ان اثبت حقيقة مهمة اذا كانت هناك نغابات تغليدية لتمثيل الشرايح المتخصصة في المجتمع من مهندسين ومن اطباء ومن محامين اعتبر ان الاحزاب السياسية هي نغابة الجماهير ونغابة الشعوب بالتالي يجب ان تنقل نبض الشارع ويجب ان تكون ممثلة للجماهير ومطالب الجماهير الجديد في هذا الامر يعني فيه خلط بين تكوين الجبهة الوطنية للتغيير وبين الانسحاب تكوين الجبهة الوطنية للتغيير هو تكوين قديم يعني انك مرض عليه اسأبيع حتى قبل الاحداث يعني لكن الجديد في الامر هو الانسحاب ونحن في جبهة الوطنية للتغيير قبل عند تأسيس الجبهة ذكرنا بان الجبهة الوطنية للتغيير هي تتبنى مطالب الجماهير خصوصا بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة والتظاهر وطواليا نحن طلعنا بيان وقلنا نحن مع حق الجماهير في المطالبة بالحقوق خصوصا أن هذه المطالبة دكتور عفوا أنت تتحدث كإصلاح آن أم كجبهة وطنية للتغيير الجبهة الوطنية للتغيير مطالبة هي مطالبة الشارع لذلك البيانة الأول لجبهة الوطنية للتغيير اسمح لي بالمقاطعة دكتور أنا أسأل عن الانسحاب تحدثت أنكم انسحبتم من تشكيل في الحكومة كإصلاح آن أم كجبهة وطنية للتغيير الانسحاب بصورة حزبية لكن جميع مكونات الجبهة الوطنية للتغيير أعلنت انسحابها من الحكومة هذا هو الأمر الجديد لذلك أنا أريد أن أبين أن الجبهة الوطنية للتغيير هي منحاذة للجماهير منذ تأسيسها والانسحاب هو جاء تأكيد بعد أن تيقلت الجبهة الوطنية للتغيير عبر دخولها في اجتماعات مكسفة وطلع بيان قبل أيام أن الجبهة الوطنية تدرس خيار المفاصلة والخروج وفضل الشراكة مع الحكومة حال عدم استجابة المطالب الجماهير التي تغدمت بها الجبهة الوطنية للتغيير وهي متمثلة في حل الحكومة وحل البرلمان ومخاطبة الجيش لاستلام السلطة وتكوين حكومة حكومة خبراء لإدارة شؤون البلاد لفترة انتغالية وهذا هو مطلب الشارع الآن نعم ابقى معي دكتور انتقل الآن ابقى معي سأعود إليك بشيء من التفصيل في هذا المحور انتقل الآن إلى الأستاذ حسن إسماعيل الأستاذ حسن هناك سؤال لماذا تلجأ مكونات في الحكومة كانت قد تداعت قبل فترة للإصلاح عبر مؤتمر الحوار الوطني الضخم جدا إلى معارضة ذات الحكومة بكل مكوناتها الآن للأسف الشديد هذه واحدة من لوازم المكونات السياسية في السودان على مر العقود التي مضت نحن دائما بيستغرغنا التكتيك السياسي وليس الأمر الاستراتيجي أنا تحدث قبل أيام في أكثر من فضائية وفي أكثر من منبر عن سرقة الأجندات هناك أجندة للقوى السياسية معروفة وهناك أجندة للشارع أجندة الشارع كثير من الناس وكثير من المنصات السياسية تحاول أن تلبس هذا العقد باحتبار أنه يخصها لتحقق به مكاسب سياسية الذي حدث في الأيام الفائتة هو انفجار شعبي لإحساس بوطأة وضغط الظروف المعيشية الحادة التي حدثت نتيجة لأخطاء هنا وهناك ثم أرضف ذلك وحاولت سرقة هذه الأجندات مثل ما حدث في أكتوبر ومثل ما حدث في أبريل أن القوى السياسية دائما تحاول أن تقرأ مسار الرياح وتقف في قبالة هذا الاتجاه وده أمر محتاد من كثير جدا من القوى السياسية وهو أمر غير مستغرب طبعا أنه كثير من القوى السياسية تحاول أن تحصد النقاط نقاط الواقع الموجودة على الأرض لكن هذه القراءة قراءة متعجلة من وجهة نظري مع احترامي للجميع بسبب أن هذا حتى التكوين بتاع الجبهة الوطنية تكوين لن يستمر كثيرا أنا أجزم بأن هذا التكوين بشكل حالي لن يستمر كثيرا عدد كبير من القوى دخلته بأهداف مختلفة صحيف الظاهر أن هذا هو الإعلان الإعلان نفسه هو ما جريد لو بحثت عن القوى المعارضة كلها ستلقى أعلنت نفس الإعلان ولديها نفس المطالب وفي بعض عندها مطالب أكثر تطرفا الجديد أنه في قوة تريد أن تلحق بميدان آخر تريد أن تنسح من ميدان وتريد أن تلحق بميدان آخر نبض الجماهير موجود من 30 سنة و45 سنة الجديد أن هذه القوة تريد أن تلحق بمستجدات التي أحدثها الحراك الشعبي هذه الجبهة الوطنية أو هذا المسمى لن يستمر كثيرا لأنه في مكوناته تناقضات هيدولوجية ضخمة جدا هما يتحدثوا عن اتفاق الحد الأدنى اتفاق الحد الأدنى أصلا أيضا لن يستمر لأنه هذه المطالب موجودة في نداء السودان موجودة في الجبهة الوطنية الثورية موجودة في إنساء صادق المهدي بأشكال مختلفة وبلغة مختلفة وبدرجات مختلفة لكن تحت نفس السقف الأخ مبارك سينضم في مغبل الأيام إلى القوى السياسية الحقيقية المعارضة وسيتبعثر هذا التكوين الذي أعلن عنه اليوم الآن أصلا هو مجرد منصة للانطلاق الإعلامي الإعلان مواقف سياسي جديدة للأخ مبارك والدكتور غازي بعد ذلك ستنفصل بقية الأسماء الكثيرة التي حشدت في ورقة البيانة الفكرة أصلا لا يوجد إشاء سياسي جديد هذا الأمر مطروح لدى كثير من القوى المعارضة الجديد أن هذه القوى تريد أن تخضب أيديها وتلحق بذلك أو بهذا العرس نعم ابقى معي أستاذ حسن أتحول إلى دكتور فتح الرحمن مرة أخرى دكتور فتح الرحمن بهذه الخطوة الجبهة الوطنية للتغيير إلى أي حض تريدون أن ترتموا إلى حضن الشارع أم إلى حضن المعارضة شكرا جديدا أنا أعتقد أنه هذا الاتجاه الآن بتسهب لي والحكومة وبعض الأحزاب الموالية للنظام أن هذا الحراك جبهة الوطنية للتغيير وكل الأحزاب التي تستجيب للشارع العام وتقدم فض شراكتها مع النظام بعد فشل الحوار الوطني بأن هذه الحزاب إنما هي تبحث عن فرصة وعن حجز المقعد وهذا الكلام مكروري تقصد حديثة الأستاذ حسن إسماعيل وكأن هناك حديث عن أن هناك مجموعة الجماهير وهناك مجموعة المعارضة أنا أعتقد أن المعارضة ملغاة طبيعي الجماهير دكتور عفوا هل تقصد بما قلته حديثة الأستاذ حسن إسماعيل أنه هناك أنا أعتقد أنه أنا أختلف مع الأخ حسن إسماعيل في أنه هذه الخطوة يعني خطوة الهدف منها مثلا استمالة الشارع العام يعني هذا الكلام يقطع الطريق ما بين المعارضة والجماهير كأنما مقصود أن تترك هذه الجماهير بلا قيادة لأنه معروف أنه مهما كان الحراكة الجماهيري إذا ما التوج بعمل سياسي يكون مفصول عن العملية السياسية وبعد ذلك تكون تظاهرات محدودة أنا أعتقد أنه الذي يتم الآن في السودان هو ثورة حقيقية يعني أكتملت أشراطها من فترة طويلة جدا جدا يعني الحوار الوطني كان هو محاولة لإيجاد طريق ثالث ما بين الثورة التي ستغود إلى فوضى أو تغود إلى تفكيك مكونات حتى الدولة وتتجاوز النظام وما بين الحل السياسي الرشيد الذي يمكن أن يقدم سيغة تفاوفقية لحل سياسي يجنب البلاد كثير من الشرور ولكن للأسف الحكومة تقلبت على الحوار الوطني وخانت الحوار الوطني الذي تبنته لأسنين طويلة نحن موقفنا لا تبنى على خطوات على فكرة ما تم الآن نحن انسحبنا من ميزانية 2018 لم نجيز ميزانية 2018 نحن انسحبنا انسحاب كبير شهدت كل الغنوات العالمية من غانون الانتخابات ورفضنا غانون الانتخابات جملة وتفصيلة وكان الرابط الأساسي والضامن الأساسي للحوار الوطني هو الاتفاق على التوافق على كل الغضايا وعلى كل البرامج المؤدية إلى العملية السياسية نحن عندما شاركنا في الحكومة رفضنا المشاركة التنفيذية وقبلنا بالمشاركة التشريعية التي تؤسس لعملية دستورية وعملية بتاعة قوانين رشيدة تفضي إلى انتخابات وإلى دستور دايم ولكن للأسف نحن نعلم أن الغالبية المكانيكية في البرلمان موجودة ولكن قبلنا هذا الحوار الوطني بناء على الاتفاق أن هناك توافق سياسي سيتم حول الغضايا ولكن للأسف كل الغضايا في البرلمان كان يمرر المؤتمر الوطني بالغالبية المكانيكية وإن كان آخر التعديل الدستوري للسيد الرئيس الجمهورية ما تم أي تشاور مع الغوة السياسية فبالتالي هذا الموغف تراكمي واتبنى عليه على مواقف متعددة وإن كانت في البيانة واضحة يعني ما كان بس حراك الشارع والجبهة الوطنية التغيير اتخذت هذا الموغف هذا الموغف تبنى على خيانة تامة وعلى انهيار تام للحوار الوطني لا يوجد حوار الوطني الآن في السودان والتاني احراجني إلى مربع ما غبل حوار الوطني حتى غبل حراك الشارع دكتور اعتذر منك دعني انقل كل هذه التساؤلات إلى الأستاذ حسن إسماعيل مرة أخرى حتى يجيب عليها أستاذ حسن استمعت لحديث الدكتور فتح رحمان فضيل يعني أكثر من 22 أو 22 حزب سياسي شكلوا كيان واحد هذا الأمر يبدو أنه أمر لا يستهام به يعني طبعا للشارع السوداني والتاريخ السياسي حق التقييم لل22 مسمى يعني حتى الإصلاح الآن نفسه عنده نائبين في البرلمان فمازالة الانسحاب دي مازالة محدودة الأثر قد تقول عندها قيمة إعلامية لكن على المستوى الأرض والواقع ما عندها قيمة لكن دعنا نفضل الاشتباك إنه أنا ما قلت الجمهة الوطنية بإعلانة ده ماشى للجماهير تلتحم بالجماهير هي ما ماشى تلتحم بالجماهير الانشودة دي طبعا أي حزب سياسي المؤتمر الوطني بقولها كل حزب سياسي بقولها الالتحان بالجماهير وإنه صوت الجماهير يعني هذا عقده مختطط نحن ما قلنا ما شين يلتحموا قلنا ما شين يلتحموا بالمعارضة الأساسية داتة شين يدشنوا في نفسه منه ما شين يلتحموا بالمعارضة ويضعون الخضاب على أيديهم حتى يلحقوا بعرس القطبة السياسي المعارضة لا في التحان بجماهير في القصد لأن مثلا مرة الميزانية ومر قانون الانتخابات من قبل ومر ومر لم يعلن هذا الموقف الميزانية نفسها بعض الذين كونوا هذه الجبهة هم الذين كونوها هم الذين وضعوا الميزانية 2018 فكما قلت لك الأمر فيه أخلاق كثيرة جدا وفيه فيه تداخل كثير لا تعتقد بأن هذه الخطوات قد تعتبر حتى في عرف السياسة هناك خطوات تصحيحية تصحيح المسار ألا يمكن أن يكون الأمر من هذا القضي أنا من البداية قلت هذا من حق القوى السياسية التي أعلنت هذا الإعلان لكن من حقنا التحليل أنا أفتكر أنه بيبقى فيه سؤال مهم جدا لماذا لم تعلن الخطوات هذه ولم يرسل الخطاب إلى السيد الرئيس بتشكيل مكتب أو مجلس سيادي لم تتبلور هذه المقترحات إلا اليوم هذه المقترحات تبلورت نتيجة لارتفاع وطيرة الأجندة الشعبية وأجندة المواطنين العادين في الشارع العام وهو محاولة لاختطاف هذه الأجندة باعتبار أن هذه الأجندة وانفجار الوضع في الشارع سيؤدي إلى نهايات أخرى هذه القوى تسريع في أن تلتحق بها هذه هي القراءة الحقيقية أما من حقهم أنا رجل الديمقراطي من حق كل القوى السياسية أن تختار المسار الذي تريد أن تسير فيه هذا حق كامل لكن نحن فقط نتنى أنا حتى أرى أن هذا يضيف زخم إلى المسلح السياسي وهذا مطلوب المقترحات هنا وهناك مطلوبة ولكن من حقنا أن نقيم هذه المقترحات هل هذه المقترحات تقود إلى حل الأزمة السياسية الحالية أم تقود إلى تعقيداتها أنا في رأيي أن تقود إلى تعقيداتها أكثر وتضيف عقدة جديدة في الحبل السياسي السوداني الآن نعم أتحول مرة أخرى إلى الدكتور فتح الرحمن فضيل دكتور فتح الرحمن البعض ينظر إلى هذه الخطوات نظرنا إلى عدد من أراء السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي وجهة نظرهم فيما حدث اليوم تشكيل الجفة الوطنية للتغيير وهذا الخطاب بأنه لا يتجاوز خطوة أو ردة فعل طبيعية لأشخاص خسروا مقاعد أو كراسي في الحكم ويريدون الآن أن يرتموا في حضن المعارضة مجبر أخاك لا بطر شكرا جزيلا نحن طبعا الكلام ده مردود نحن في التحديدا إذا تحدثنا عن الجفة الوطنية أو عن الإصلاح تحديدا نحن ما كان لدينا شراكة تنفيذية أصلا ولا حصل فقدنا أي موقع في الحكومة السابقة نحن نتحدث عن الجفة الوطنية للتغيير الجفة الوطنية للتغيير بإرابطها أما إذا كان الحديث كما ذكرت المقرور عن محاولة اللحاق ومحاولة الحجز المواقع في نظام سياسي غادم أنا أعتقد أنه الكلام ده مردود لأنه حتى عدم انسحابنا بعد غانون الانتخابات أو بعد التعديل الدستوري الكلام ده أصلا إذا ما من أول اختلاف مع النظام السياسي اللي أنت شارك فيه يوم من الأيام أنت طوالي بتعلم موقفك بفضل الشراكة نحن حاولنا بالملاسبة نحن كان عندنا عدد من المواقع في داخل البرلمان يعني وداخل الحوار الوطني مشهود له نحن حتى في الحوار الوطني علغنا مشاركتنا في الحوار الوطني أكثر من ثلاث مرات ونحن آخر غوة وقعت على الحوار الوطني في المجالس التشريعية أيضا كان عندنا عدد من المعارك الدستورية داخل المجالس التشريعية لكن دعني أن أقول أن هذه المغادرة تمت ليس التكتيك ولكن تمت بعد التأكد من أن النظام غير جادي في الحوار الوطني تماما وإذا سألت الأخ حسن إسماعيل الآن عن موظفه من الحوار الوطني لا أعتقد أن يكون تحليله أن هناك اختراق تم في مخرجات الحوار الوطني الأساسية دعني دعني أنقل السؤال إلى حسن إسماعيل حتى يجيب عليه أستاذ حسن إسماعيل أنقل إليك السؤال كاملا ما هو موقفك أنت شخصيا من الحوار الوطني ومما تم فيه يعني أنا أحترامي لأخ الصديق دكتور فضيل لأن أفتكر أنه نحن ما بنتحدث الآن عن فضل الشراكة التشريعية والتنفيذية نحن نتكلم عن الشراكة في مشروع سياسي اسمه الحوار الوطني الخروج منه الآن بيضيف عقدة إلى الحبل السياسي السوداني نحن أفتكر الحوار الوطني نحن تقييمنا له أنه هو الآن المشروع السياسي الذي يمكن أن يعبر بالقضية وبالأزمة السياسية السودانية نحن نتكلم عن حزب نحن نحن نحي المشكلة المؤتمر الوطني ولا أحزاب الحكومة ولا كده نحن نتحدث عن حل الأزمة السياسية السودانية وظللنا نقول أن الأزمة السياسية السودانية ما في مجال لحلها إلا عبر التسوية السياسية ونحن عندما دعمنا الحوار الوطني وسنظل ندعم الحوار الوطني لأنه في السابق كانت المفاوضات تتم مع القوى الخارجية التي تحمل السلاح هذه أول مظلة للحوار الداخلي أنا أتساءل وأسأل الأستاذين الكريمين دكتور غازي والسيد مبارك المهدي في حال فض المشروع الحوار الوطني ما هو البديل هل سننقل الحوار السياسي لنناقش قضايانا ونناقش مشاكلنا إلى العواصم الخارجية مرة أخرى ومن الذي سيتحكم في الأجندة هل القطاع الشمال أم الجبهة الثورية نحن عندما انضممنا ودفعنا وسنظل ننظم وندفع بالحوار الوطني لأنه يمثل مظلة للحوار القوى الداخلية مش لأنه فيه امتيازات بتاعت حكم ولا غيره لأنه ده بمثلنا أول مظلة حقيقية للحوار الداخلي فبالتالي نحن لن نسعى لفط هذه المظلة لأي سبب من الأسباب بل سنظل نتمسك بها لأنه البديل لهذا هو العنف السياسي البديل هو حوار الأجندات العسكرية في الخارج في القاهرة في عديس أبابا في غيره بالتالي نحن عندما نتمسك بمظلة الحوار الوطني لا نتمسك بمكاسب إنما نتمسك بخيار استمرار حوار القوى الداخلية المكونة للمسرح السياسي في الداخل هذا هو عمق هذه المسألة الآن الإعلان الجبهة الوطنية أو كما تسمى طبعا علي محمود حسنين أيضا في القاهرة عنده ذات المسمى لا أدري كيف تفض هذه المشكلة لكن الآن بهذا الإعلان هل هو خروج من المجالس التشريعية والمجلس الوطني أم هو خروج على الحوار الوطني إذا هو خروج على الحوار الوطني هذه الجبهة مساءلة بأنه تجيب على ما هي المظلة التي ستتحاور تحتها القوى الداخلية في السودان وضحت هذه الفكرة دعني أنقل السؤال إلى دكتور فتح الرحمن دكتور فتح الرحمن ودعكم لمظلة وطنية محاولة كبيرة لرأب الصدع داخليا في السودان هذه التجربة يحسب لها أنها تجربة وطنية بامتياز يفتح السؤال ما السيناريو القادم خارج نطاق هذه المظلة هل سنرى ديمستورة جديد في السودان البعض يرى أن حراككم في الأساس أتى متأخرا شكرا جدا أنا أعتقد الحديث عن الحوار الوطني يعني كوسيرة مهمة نحن متفقين حول الوسيقى الوطنية للحوار الوطني يعني على مستوى الارتسيبيشن حقا الغوة السياسية ومستوى التوصيات هي كانت شاملة ولكن أنا أعتقد أن تصوير الحوار الوطني وكأنه النهاية الغزمة لحل أجندات ومشاكل السودان هذا أيضا حديث غير صحيح لأنه العقل السوداني يعني يعني ما زال بخير يعني فنحن يعني فكرة الخروج عن الحوار الوطني وكأن الخروج إلى الفوضى هذا الكلام أيضا يعني يعني فيه تحديد وفوفيه السقف للعقل السوداني السياسي نفس العقل السياسي السوداني الذي أنتج هذا الحوار الوطني يستطيع أن ينتج مظلات وينتج يعني وصفات سياسية أكثر عمغا وأكثر جدية أنا اختلافي يعني أنا السؤال الذي قدمته لأخ حسن إسماعيل هو ليس أهمية الحوار الوطني أنا أتفق في أهمية الحوار الوطني باحتبار النقوبة كانت موقعة وليست ممانعة ولكن أنا اعتراضي أنا سؤالي لماذا يعني نكس المؤتمر الوطني عن الحوار الوطني أنا أعتقد أنه المكون الأساسي في الحوار الوطني هو الحكومة كطرف والأحزاب الأخرى ليس لديها ما تعطي يعني الحوار الوطني كان الهدف منه أن يتنازل أن تنازل الحكومة وليس الحزاب الأخرى يعني الأخ حسن إسماعيل يقول أنا أغدر هذه وجهة النظر الخاصة بالأخ حسن إسماعيل بحزبه لكن إذا استمر المؤتمر الوطني في عدم تنفيذ أجندة الحوار الوطني تمرير غانون الانتخابات بالغالبية تمرير التعديل الدستوري للرئيس الجمهورية بالغالبية إلى الأبد وستمر في عدم دعوة الممانعين وهذه كانت واحدة من التوصيات للحوار الوطني إلى توسيع مظلته واستمر في عدم جديته في إكمال ملف السلام إذا استمر في كل هذه الخروجات للحوار الوطني هل سيظل حسن إسماعيل أيضا متمثبا لحوار الوطني إلى الآخر يعني؟ دعنا نسمع رأيها لأستاذ حسن إسماعيل أستاذ حسن حديثا للدكتور فتح الرحمن يعني هو يعتقد بأن هذه الحالة يجب أن نتوقف عندها بشيء من التفصيل كيف ترد على هذا الحديث؟ يعني أتكر هذا منطق موجه أن الحوار الوطني يعني استمرار تبادل الأراء والنقاش حول القضايا الوطنية والسياسية المهم أن تظل هذه المضلة موجودة نحن قانون الانتخابات كتبنا فيها أوراق وثبتنا فيها آراء بعضها مرة وبعضها لم يمر وهذا طبيعة الحوار السياسي أنت لا تأتي إلى الحوار لكي تأخذ كل ما تقول من آراء وتحقق لك وإلا تخرق هذه المضلة نحن في مشروع الانتخابات قدمنا مجموعة كبيرة جدا من الآراء في ورقة مكتوبة وناقشوها ممثلين ونفتكر أنه 60% من وجهات نظرنا في هذا القانون كانت لصالح وجهات نظرنا وبالتالي نحن نفتكر بابن نتكلم عنه إذا الحوار الوطني وافق آراءنا السياسية في القضايا المختلفة في القوانين المختلفة فنحن سنلتزم به نحن نتحدث عن الوسيلة وسيلة إدارة النقاش وسيلة إدارة النقاش مهم أنه يكون هناك مضلة حوار وطني حتى الآراء يفتكروها الإخوة والمراغبين السخنة التي قيلت الآن في مذكرة الجبهر كان يمكن أن تطرح داخل منبر الحوار الوطني نعم أستاذ حسن أستاذ حسن عفوا ألا تعتقد أنكم تميلون إلى شيطنة الآخر هذا حراك سياسي لماذا يحتمل كل هذا القدر من الانتقال بالعكس أنا قلت لك منذ البداية أنا رجل ديمقراطي من حق كل القوة السياسية أن تركب الركوبة التي تراها أن تركب المركب التي تراه مناسبة هذا حقها لكن نحن نناقش فقط ودعني أناقش لك خيبات هذه الخطوة لأنه الآن هي تتشين لموقف معارض جديد التحاق بكتلة معارضة موجودة الآن ونحن جربنا كقوة سياسية وكقوة وطنية جربنا عندما حاولنا أن نلتحق بنفاشة كان هناك فيتو علينا أنه أنتم قوة خارجية ولا حامل السلاح ومرت كثير جدا من القضايا بمعزل عن القوة الوطنية الداخلية بالتالي نحن لن نهد منبر الحوار الوطني حتى نكون في أيدي القوة الخارجية قطاع الشمال الجبهة الثورية غيرها تمسك علينا فيتو أنه نحن ننضم وكما جرب الدكتور غازي نفسه عندما ذهب مرتين لحضور هذه الجلسات في أديس أبابا لم يكن عنصرا أساسيا ولن يكون لم يكن عنصرا أساسيا في الجلستين الأخيرتين في المنبرين الأخيرين ولن يكون لأنه ده منبر معقود بأجندة معينة بجذري معين ومعزولة منه قوة كثيرة بالتالي نحن نحن نحدث أن الحوار الوطني حقق لنا رؤيتنا الحوار الوطني يجب أن يستمر يجب أن لا ينغلق يجب أن لا يتوقف ويجب أن يظلم موجود لأنه ده منبر بنعبر فون نحن كقوة داخلية عن وجهة نظرنا وعن آرانا كلما كتب في مسودة الجبهة الوطنية للتغيير كان من الممكن أن يطرح داخل دهاليزة الحوار الوطني أفكر أنه الأخوين السيدين الكريمين الأخ مبارك والأخ دكتور غازي كان يمكن أن يطرحوا هذه الأراءة حتى داخل اتباعات مع المطمر الوطني لكن المستهدف ليس ما ورد في هذه المذكرة المستهدف هو تتشين موقف للإحاق بكتلة سياسية جديدة وهذا أيضا من حقهم ولكن نحن هنا للتقييم أن هذه الخطوة في وجهة نظري تعتبر قفزة في الظلام نعم أحول كل هذه الأسئلة للدكتور فتح الرحمن فضيل دكتور فتح الرحمن أنتم الآن يبدو أنكم موعودون بمعارضة المعارضة هناك أحزاب معارضة يبدو أنها تختلف معكم في قضايا أساسية ومركزية يتشكل عليها أو تتشكل عليها الجبهة الوطنية للتغيير كيف ستواجهون هذا الأمر شكرا جزيلا أنا لا أعتقد أن هناك خلاف بين الغوى المعارضة الأخرى والمعارضة ليس هناك طرف يمنح سكوك المعارضة أو يمنع طرف من المعارضة أعتقد أن هذا الكلام أيضا بعض الأجهات تحاول شقة المعارضة بالتخويف بعض الأطراف من الأخرى لدينا تواصل مع كل الغوى السياسية المعارضة حتى قبل إعلان هذا الموظف وإنك الأخ حسن إسماعيل ذكر أننا كنا في أديسابابا أنا كنت مع الدكتور في أديسابابا وكنت الأمين السياسي للإصلاح الآن وذهبنا في 2016 ما تم منعنا من حضور الجلسات لأننا أصلا نحن تمت دعوتنا من الوساطة الأفريغية فاسيليتية الجروب ما كنا مشاركين أساسي لأننا موقعين على وثيقة الحوار الوطني الداخلية بالداخل حتى قبل أن نذهب إلى أديسابابا لجولة الرويد ماب يعني خارطة الطريق كانت معنية بالغوى الخارجية أننا كان لدينا وثيقة الحوار الوطني ونحن ذهبنا من تلغاء أنفسنا بدعوة من الآلية الأفريغية لتقريب وجهات النظر حتى لأنه كانت واحدة من توصيات الحوار الوطني الأساسية وهي الهدف منها يعني توسيع دائرة الحوار الوطني بدخول الممانعين وتحقيق السلام والأمر الذي لم يتم يعني مثلا أنا أقول لك واحدة من الخيبات الكبيرة للحوار الوطني كان مفترض بعد توقيع الحوار الوطني في شهر عشر 2016 كان يفترض أن تتكون وده واحدة من المخرجات مفوضية للسلام كاملة من كل الغوى السياسية للتفاوض مع الغوى الممانعة ومع الغوى الخارجية للأسف المؤتمر الوطني زل يفاوض وحيدا حتى الآن لم يشرك الغوى السياسية حتى يعني يزبط حسن النية أن هناك حكومة للوفاق الوطني لا يزال المؤتمر الوطني يفاوض وحده الغوى المعارضة وهذا الكلام أنا ذكرت في جسال حتى الوقت لا يشرقنا الآن معنا ممثل من المؤتمر الوطني دعنا نستمع إلى رأيه أنت والأستاذ حسن إسماعيل أتحول الآن إلى ضيفي الجديد عبر الهاتف السيد عمر باسان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سيد باسان استمعت إلى حديث الدكتور فتح الرحمن وإلى حديث الأستاذ حسن إسماعيل ما هو تقييمكم لإنشاء هذه الجبهة الوطنية للتغيير ولهذه القرارات الحمد لله صلى الله عليه وسلم عذرا أنا للأسوة الشديدة لم أكن متابعة حلقة منذ بدايتها ولكن أنا أقول هذه خطوة من بعض الخول السياسية في الساحة السياسية تقدمت ببعض الرؤى هي تراها مناسبة لحل ما اسمته وجود أزمة سياسية في البلاد تتحدث عن حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ولكن سرعان ما ذهبت هذه القوى إلى الحديث عن حكومة انتقالية وهو الموقف الذي ظلنا دوما نرفضه باعتبار أن السودان لا يمكن له أن يستمر للفترة منها ملا نهاية في وضع انتقاله يعني كان من طريق أن تقول أن الحكومة تمضي قدما في دعوة لقيام انتخابات مبكرة لتحديد أوزان هذه القوى السياسية نحن نرى أن هذه القوى تتكوم 22 شزبا ولكن أنا لا أريد أن أقلل من شأنها ولكن حجم الثقل السياسي والجماهير الذي تتمتع به الثقل تعبر عنه وجودها من خلال المجالس الوطنية والمجالس التشريعية وهو أمر غير موجود سيد باساني سيد باساني عفوا سيد باساني الآن بحديثك بأن أنكم ترفضون هذه المخترحات من الجبهة الوطنية للتغيير باعتباراتكم الحزبية هل تعتبر هذه الـ 22 حزب سياسي التي تنضوي للجبهة الوطنية أو تحت لواء الجبهة الوطنية للتغيير قانونيا خارج نطاق الحكومة هذه الأحزاب ليست تحيشها جزء من منظمة الحوار الوطني الذي انتظم البلاد حذب التواريخ التي ذكرها المتحدث الذي قبلي وكانت مشاركة وغلبها وقع على الوثيقة الوطنية التي تعتبر أهم مخرجات الحوار الوطني ولكن ما تنادي به الآن هو خروج على منظومة الحوار الوطني مهما كانت المسببات التي ذكرها المتحدث قبلي من باب أولى أن تحافظ على المسار الرئيسي في أن ما دام هو وكل هذه المذكرة التي تحدث عنها تحدث عن مخرجات الحوار الوطني فلا يمكن أن تقول أنك متمسك بمنظومة الحوار الوطني وفي نفس الوقت أنت تنقلب عليها ما تحدثت به جفة الوطنية للتغيير التي تضم عدم أحزاب خزب الأمة مبارك الفاضل وهو شخصية معروفة وبعضهم يحسب أن هذه التظاهرات كفيلة بإبعاد المؤتمر الوطني وشركاه عن سدة السلطة نقول الحرج الأساسي هو الذهاب إلى صندوق الانتخابات باعتبار أن المواطن هو الذي سيحدد من الذي سيقود البلاد في مرحلة المقبلة سيد سيد بسرح حتى لا يسرقنا الوقت عفوا حتى لا يسرقنا الوقت وننضي إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة وحتى أتمكن من سؤال ضيفي الكريمين هل تتوقعون في حزب المؤتمر الوطني انسحابات جديدة لشركاء جدد؟ لا نتوقع ذلك لأن جملة هذه الأحزاب التي منضمية إلى الجرحة الوطنية التغيير ليس لديها وجود في جهاز التنفيذ تقريبا هذا حزب الأمة مبارك للصحابة الذين سعب ولكن بعض هذه الأحزاب لديها تنسيل في المجلس الوطني ومجلس الولايات أو المجالس التشريعية أنا لا أعرف حقيقة هل موقفها أيضا خروج من الجهاز التنفيذ لأنها أطلقت بالونة بإطبال أنها خروج من الحكومة وهي ليس لديها التنسيل الذي يدعانه في أجهزة الحكومة نعم وضحت هذه الفكرة أتحول الآن إلى ضيفي الكريم الدكتور فاتح الرحمن فضيل دكتور فضيل استمعت إلى حديث السيد باسان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم هذه المطلوبات هي مطلوبات مرفوضة أيضا هناك جزء من المعارضة ينظر إلى أهمية الحوار تحت قبة الحوار الوطني وأنتم 22 حزب تطلبون مطلوبات أخرى كيف تنظر في خضم هذه المسألة والتناقضات كيف تنظرون إلى مستقبل هذه الجبهة شكرا جزيلا أنا أعتقد أن الجدير بالنظر لمستقبله قبل أن يكون الجبهة الوطنية هو الوطن أنا أعتقد أن السودان ما مر بمرحلة سياسية حرجة كما يمر الآن يعني الوضع الاقتصادي وكل هذه الأعراض التي يمر بها السودان هي نتيجة لانسداد الأفق السياسي ورفض الحكومة للمعالجات السياسية الحقيقية وأيضا لاستشراء الفساد وعدد من الغضايا التي يعني عالجها الحوار الوطني من خلال التوصيات الناجعة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ عفوا عفوا دكتور حتى الآن الوقت يسرقنا كيف تنظرون إلى المستقبل دعنا من التمثورات الآن للحالة الحالة معلومة كيف تنظرون إلى المستقبل الآن حال رفض الحكومة لهذه المطلوبات وهذه المذكرة يعني الجبهة الوطنية للتقيير مع قوة المعارضة الأخرى ستسهب في اتجاه المضي في وسيغة أخرى غير وسيغة الحوار الوطني لأن وسيغة الحوار الوطني ليست مقدسة هي بدرجة من الأهمية ولكن ليست مقدمة على الغضايا الوطنية وعلى المعاليات الوطنية ونحن في نظرنا كجبهة وطنية بعد هذا الانسحاب بعد هذه المذكرة والمبررات أن الحوار الوطني في نظرنا غد مات تماما نعم ترفضون الحوار الوطني وضحت هذه الفكرة دعني أن تقل الآن إلى الأستاذ حسن إسماعيل أستاذ حسن ربما للشارع أيضا رأي وللمعارضة رأي وللحزب الحاكم رأي أنتم كيف تقيمون هذا الحراك وهذه الآراء المتناقضة وكيف تنظرون للمستقبل السياسي للسودان بشكرا أنا أريد فقط أن أعلق على كلام الأخ الكريم دكتور ابحسان أنا أفتكر أنه ما ورد في المذكرة مذكرة الجبهة الوطنية للتغيير أنا أفتكر أن أولا أنا أجزم أنه ما مقصود به ما مقصود أنه يرسل في بريد الحكومة وإن حدث هذا فأفتكر أنه ليس كفرا يمكن أن يرد عليه ولكن إذا حرص أصحاب هذه المذكرة أنه يوصلوا هذا الرأي إلى الوطنية الحوار داخل مضلة الحوار الوطني فأفتكر أنه نحن كقوة جاهزين نتحاور حول هذه الآراء لكن إذا أرسلت هذه المذكرة إلى بريد القوة المعارضة تبقى المزعلة مفارقة لجزر الحوار الوطني الموجود في الداخل أفتكر ذي ذي ما ذكرت أنا قبل قليل هي خطوة غير موفقة بالنسبة للمستقبل أفتكر أن الترتيبات السياسية المتفقة داخل الحوار الوطني أنه نحن أول شيء نكون حريصين على أن الأزمة السياسية السودانية تدار سلميا تدار داخليا تدار عبر وسائل التفاوض الطويل النفس أفتكر أنه نحن ماشيين على الانتخابات 20-20 أفتكر أنه يمشي في ترشيح نفسه في 20-20 إذا الكلام الصحيح عن أن هذه المذكرة تعبر عن نبض الجماهير وأنه وراء سنة جماهيري كبير وراء سنة شعبي كبير يفتكر من الأوفق ومن المناسب أنه الدكتور غازي يخوض انتخابات 20-20 يفتكر أنه بكذا نحن بنقدر نتجاوز الأزمة السياسية أما إذا نحن نصير كقوة سياسية للمناورة الضيقة والتكتيك الضيب والحكومة الانتقالية دعنا نتساءل هل الحكومة انتقالية على شاكلة حكومة أكتوبر لم تكن انتقالية ولم تكن محايدة ولم تكن من الخبراء أم على شاكلة حكومة أبريل لم تكن محايدة ولم تكن من الخبراء كانت حكومات حزبية تدس الأحزاب أصابيع لتحافظ على ملامح المشهد القادم مثل ما حدث في أكتوبر فهذه أفتكر أنه واحدة من السينواريات المكروهة والمكرورة حق نحن ما نلجأ عليها ولا نمشي عليها أفتكر أنه إذا هذه الجمهة الوطنية فعلا تمثل نبض الجماهير ولديها ثقة في أن تطرح نفسها للجماهير أفتكر أنه ممكن ننتظر الانتخابات 2020 حتى خاصة أنه الدكتور غازي جزء من مكونات هذه الحكومة منذ 89 وضحت هذه الفكرة الأستاذ حسن إسماعيل حتى الآن الوقت يسرقنا نحن نمضي إلى ختم هذه الحلقة أتحول الآن إلى سيد عمر باسان الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبر الهاتف سيد عمر أخيرا كيف تنظر إلى المستقبل السياسي في السودان الشارع غاضب ولا تعجبه هذه القرارات المعارضة 22 حزب الآن لديهم مطلوبات واضحة للحكومة وللنظام كيف تنظرون أنتم في الحزب الحاكم للمستقبل السياسي للبلاد أنا أقول أنه أي فعل سياسي يجب أن نظر إليه في أهدافه باعتبار أن الهدف الرئيسي لكل فعل سياسي يجب أن يكون وحدة البلاد تجاوز مرحلة أي انقسام سياسي يضعف العقل السياسي للبلاد يجعلها مضيئة وأداة من بعض قوى الاستكبار الدولي نحن ليس بعيدين من ذلك أنا أقول لا تزال دعوة موجهة لكافة الأحزاب والقوة السياسية بأن هلموا إلى كلمة سواء ولطلقها السيد الرئيس الجمهورية في حصابه يوم أمس إلى حوار جاد نحن يجب أن نعزز ما اكتسبناه من خلال الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني يجب أن نعب عليها بالنواجز وأن نعمل سويا لضمان وصول وصولنا الاتفاق مع كافة القوة السياسية التي لا تزال خارج هذه الوثيقة ننظر في عالياتها ونعمل على كيفية تقويتها وتعزيل السيقة فيها كل هذه الخطوات أنا أعتقد بالإضافة لأتجاوز أزمان اقتصادية كفيلة إن شاء الله بإزالة الحالة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد البلاد في الأيام الماضية شكرا جزيلا السيد عمر باسان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم كنت معي عبر الهاتف من القرطوم كما أشكر كل من ضيوفنا الكرام أو ضيفين الكريمين الذين كانوا معنا طيلة هذه الحلقة الأستاذ حسن إسماعيل رئيس حزب الأمة الذي كان معنا على الهواء مباشرة كما نشكر أيضا الدكتور فتح رحمان محمد فضيل عضو المكتب السياسي لحركة الإصلاح الآن أحد الأحزاب المنضمة للجبهة الوطنية للتغيير شكرا لكم جميعا وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من دائرة الحدث يمكنكم دائما متابعتنا عبر البث الحي على قناة سوداني 24 على يوتيوب وأيضا على فيسبوك وعبر تطبيق سوداني 24 للهواتف الذكية هذه التحياتي وفريق العمل وتحيات زميلتي نون إبراهيم التي رفقتني طيلة هذه الحلقة في لغة الإشارة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة